السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع زملائي 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 الكرام ما بدأتوا في المحاضرة السابقة بالحديث عن علمات تشريحية حكينا عن الفك العلونيوم نحكي إن شاء الله عن علمات تشريحية بالفك السوفلي لحتى يصير عنا أساس نظري مهم نمشي من خلاله وبعدين في إجراءاتنا السريرية خصوصا من خلال لحتى نحن نكون عارفين بالضبط المناطق التشريحية الممكن تساعدنا بتعزيز ثبات الجهاز واستقراره ونستفيد منها إلى حد أقصى ممكن ونتعرف أيضا عن الارتباطات العضلية وبعض المناطق ذات الخصوصية التشريحية اللي بتأدي إما لإعاقة أو تقلقل أو أنه تعمل لي نوع من التقرحات فيما بعد فيما لو نحنا ما احترمنا الحدود التشريحية فمهم نحنا نتعرف عليها لا حتى نروح بعدين للأمبريشن وإجراءاتنا السريرية اللاحقة ونحن هنأرضية صلبة من المعلومات والقدرة على تحقيق أفضل النتائج خلونا نبدأ بداية بدي شيل وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الروابط أو الباركود بسررني تلقي أي ملاحظات أي أسئلة أي اقتراحات من قبلكم أيضا بدي أكل على حاجتي لدعمكم من خلال لايك من خلال نشر المحاضرة ونشر القناة لتوصل لأكبر عدد من الزملاء فيما يخص للمحاضرة اليوم العلمات التشريحية وفك السفلي نحن خلينا نتتبع نفس الأسلوب الي تتبعنا مع الفك العلوي إلنا أنه نحن المناطق التشريحية اللي نعتمد عليها في صناعة الجهاز الكامل هي ممكن نقول عنها ثلاث مناطق مناطق الدعم اللي بتحقيق الساببورت وبالتالي نحن نستفيد منها بإنه نحقيق أقصى تغطية ممكنة وانتباق والمناطق الحدودية ومناطق الحدود الجهاز اللي مهم نعرف نحن وين ننهي في كل منطقة من مناطق الجهاز بحيث نستفيد أقصى استفادة من هذه المناطق التشريحية بتعزيز السيليم بتعزيز التثبيت وتعزيز الاستقرار وبنفس الوقت نحن أنه نحاول نتجنب الإعاقات اللي ممكن نتأدي لتقلقل أو تقرح في حال نحن تعدين عليها فمهم نحن كمان نتعرض لهذه المناطق وأخيرا مناطق الريليف اللي هي مناطق يجب أنه نحن نعرفها نعمل نوع من الريليف أو التحرير مقابلة بحيث نمنع حصول تقرحات أو تأذي أو عدم راحة لدى المريض فيما بعد خلونا في البداية نحكي عن مناطق الدعم نحن قلنا أنه منطقة الدعم الأولي بالفك السفلي هي الباكل شلف الرف الخدي منطقة مع الامتصاص بتزداد وضوحا فبتصير لها دور أساسي في الدعم ستكون محدودة من الأمام بين الباكل فرينم والريترومولارباد وأنسيا وحشيا ميزيال ديستال ستكون محدودة بين الميلوهايويد ريج وبين قمة السنخ الفلون ريج كريست بالنسبة لدعم الثانوي فالدعم الثانوي تقدمه بشكل أساسي للسلوبس أكثر منها من قمة السنخ تقدمني تقريبا هي مناطق الدعم الثانوي طبيعة الحال هناك مناطق أخرى تقدم دعم الثانوي ذكرتها في محاضرة خاصة عن الساببورت فيما يخص المناطق الحدودية للفاكستوفلي سنرى أننا لدينا منطقة الليبيال فيستبيول اللي بيكون فيها الليبيال فرينام منطقة الميزاب الدهليزي واللجام الدهليزي أو الشفوي وأيضا عندي الباكال فيستبيول اللي بيكون في الباكال فرينام وعندي المنطقة ديستو باكال اللي بتحدي لي الريترو مولر باد وعندي من الجهة الليسانية اللينجوال فيستبيول اللي نحن عنه هون منطقة اللينجوال فرينام وعندي سامب لنجوال كريزنت منطقة حكيت عنها لما كنت عم بحكي عن استابليتي وقلت فيه خصوصية بالنسبة لماد الجهاز في هالمنطقة نحن في الخلف نمد أكثر منه في الأمام بسبب طبيعة الارتباط العضلية واتجاهها في هالمنطقة وعندي أيضا المنطقة اللي هي المنطقة خلف الدرسية اللامية بالنسبة للليبيال فرينام بالنسبة للجهام الشفوي طبيعة الحال لازم نعمل تحرير بهذه المنطقة بالنسبة للليبيال فيستيبول الديهليز الشفوي فهو بتحدده العضلة المدورة الشفوية اللي بتتقلص عند فتح في الفم فبنا نكون كتير من تبهين بهذه المنطقة أيضا عندي المنتاليس ممكن تأثر أيضا في هذه المنطقة العضلة الذقنية بالنسبة للباكالفرينام ممكن يكون محتاج تحرير أكبر بسبب أنه ممكن يكون في عدة الجيمي بالنسبة لباكالفيستيبيول أو الديهليز الخدي بيمتد من الباكالفرينام وحتى الوسادة خلف الرحوية أو الريترومولر باد وهون نحن نكون في تأثير بهذه المنطقة لعضلة البوكسينيتر وإلنا أن البوكسينيتر هون بسبب طبيعي التوازي الألياف وعدم التسببه بتقلق الجهاز في هذه المنطقة فنحن نقدر أن نأخذ حدود المنطقة هون بشكل كامل أيضا بدنا ننتبه أن البوكسينيتر في جزء الخلفي تتأثر بالماستر بالعضلة الماضغة يلي بتعطي انطباع هون بتعطي ارتكاز فعال نشيط بدنا ننتبه إذا شفنا على الدينشر إذا الدينشر معمول ومحمله بوردر مولدينغ صاح هنشوف أنه يتظهر بشكل نوتش وكأنه فيه ثلمة بنسميها الماسيتر نوتش هذه المنطقة بننتبه أنه ما يكون فيه أي زيادة لأنه في حال كان فيه عدم تسجيل صحيح في هذه المنطقة ممكن يحصل تقرح ويمكن يحصل تحرك للكومليت دينشر عندي أيضا منطقة الريترومولر باد أو الوسادة خلف الرحوية ممكن نحن كمان تشكل الحدود الوحشية الليسانية بتكون بدنا نتبه أنه دائما موطبة مخاطية بتكون رقيقة وغير متقرنة وبيبقى فيها نسج أيضا غدية وهناك أياف تأتيها من البوكسينوتر وأحيانا حتى من التيمبوراليس أما الميزاب الليساني السفلي فنحن عندنا هون ما يدعب المسافة خلف الرحوية هي مسافة بين الليسان وبين الريج بتنقسم إلى ثلاثة مناطق مثل ما إنها منطقة أمامية هي الطي تحت الليسانية أو السابلينج والكريزنت تمتد من الليجام الليساني وحتى حفرة خلف الدرسية اللامية أو الريتروميولور هايويد فوسا تحت الليسانية تمتد من الليجام الليساني إلى الحفرة خلف الدرسية اللامية وهون نحن قلنا أنه الجهاز يمتد يلامس مخاطية تلقاع الفم من دون أي زيادة وأثناء المريض بيضاع لسانه على القواطع السفلية لأنه ارتكاز العضلات هون مقلقل أما المنطقة الوسطى باللينج والفيستيبول فهي منطقة تمتد بين المنطقة الأمامية والخلفية حتى وحشي الحافة الدرسية اللامية حتى الديستل لريترومولور لمايلو هايويد داريج هون نحن نقدر نمد الحافة تحت الخط الدرس اللامي عشان نعمل سيلينج وإن ارتكاز العضلات هون ما بيعمل أثر مقلقل فبيفيدني بالتثبيت وبأنه الجهاز ما ينزاح مع عملية رفع اللسان وبحال كان عندي امتصاص شديد وهون الحافة صارت شبه مسطحة هاي المنطقة بتفيني كثير بأنه نحن نخلي المنطقة سخينة أثخن ما يمكن حتى أربعة لخمسة بليمتر فبتعطيني الدعم واستقرار أكبر لالكومليت دينج والمنطقة الأخيرة المنطقة الخلفية لللينج والفيستيبول هو المنطقة الديستولينج والمنطقة تأثر بشكل أساسي بالمايلوهايويد ماسل العدلة الدرسية اللامية وبتتميز بأنه إلى شكل حرف اس أكيد كنا نحن نعرف ومعظمنا لما كان بيعمل البوردر مولدينج بحاول أنه يحصل على شكل حرف الاس هيك هذا لحتى يكون سجل المنطقة بشكل صحيح هنشوفها بالمراجع تحت مسمى بتحدد حدها الخلفي بالعضلة الليسانية الحنكية العضلة المقبضة العروية طبيعة الحال بننتبه أيضا لمطقة الفرينم اللينج والفرينم اللي يجب أن يتحرر بشكل فعال لما نعتقل قول الجهاز إثناء حركة اللسان وهيكا نحن مناطق هاي مثل ما نرا وهون الارتكازات العضلية المعنية فيها مشان نحن الأمور تكون واضحة إثناء رسم حدود الجهاز هاي المعضلة المعصرة العلوية أو السيبرير كونستريكتور ومثل ما قلت كمان العضلة اللسانية الحركية بترتكز في هاي المنطقة هذا هو الريترو ميلوهايد سبيس كما نرى الكريزنت سام كريزنت إيريا وهي المنطقة المتوسطة المحدودة اللي نحن مننزل تحت الخطة الدرس اللامي وهي المنطقة الديستولينجوالي اللي تأثر بالعضلة المقبضة اللي هو المعصرة العلوية والحناكين اللسانية بتعطي شكل حرف الاس بالنسبة لمناطق الريليف الفاكسوفلي نحن لدينا أول شي ميلوهايد ريد وهي منطقة كتير مهم أنه نحن نعمل له تحرير ومثل ما نرى هذا هو الخطة الدرس اللامي منطقة تبقى ناتئة وبتتعرض للتقرح فننتبه دائما أنه نحن نعمل له ريليف أثناء صناعتنا للجهاز الكامل حتى قمة السنخ بالنسبة للفاكسوفلي ننتبه أنه خاصة ما تكون بشكل حد السكين بدنا نعمل ريليف في حيث ما تتعرض للتقرح أيضا المناطق اللي نحن نحن نحاول نعمل لها ريليف هي المنتال فورامين مثل ما نرى في بعض الحالات لما يصير فيه امتصاد شديد بتصير على السنخ مواشرة وطبعا بسبب مرور العصب عبره فبصير عملية الضغط في هذه المنطقة مؤلمة جدا للمريض ممكن حتى تأدي لخدر وتأذي دائم فبننتبه دائما أن نعمل ريليف في هذه المنطقة أيضا بدنا نعمل تحرير لمنطقة الحديبات الذقنية التي تكون على جانبي السطح الليساني للسنخ وأيضا في حال وجود توروس خاصة عن المنطقة الليسانية بأحجام كبيرة من أن طبعا بطبيعة الحال لازم نعمل ريليف في هذه المناطق لأنها بتعيق الثبات تعيق الاستقرار وتأدي لتقرح الجهاز اللي نسوج أثناء إدخال وإخراج الجهاز بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم أتمنى بعد نهاية محاضرة اليوم أنه صار في الأساس النظري لعمل صناعي لصناعي جهاز كامل أصبح كامل من ناحية التشريح مناطق التشريحية ومن ناحية أيضا العوامل اللي بتساعد في ثبات واستقرار ودعم الأجهزة فبالتالي نحنا منروح المحاضرة القادمة لنبدأ بالإجراءات السريرية لنحقق ما تعلمنا خلال الأساس النظري عبر المحاضرات السابقة فإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة لنحكي عن دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته